أعملين معكم تريند الأهلي هو بعض الكلام اللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا وهي نروح لصفحة سوبر كورا على فيسبوك واللي بتتنبأ وبتتكلم على استراتيجية مستر موسيماني في مباراة طلاق على الجيش وخصوصا أنها مباراة بيستعد من خلالها الأهلي للمباراة النهائية لبطول الدوري أبطال أفريقيا فالكل بيتكاهن وبيتوقع وفيه سيناريوهين في الحقيقة يعني سيناريوه زي ما هما بيتكلموا كده مثلا أن الموسيماني ممكن يدفع بالمجمدين مع التحفظ على كلمة مجمدين لأن اللعيب اللي ما بيلعبش في الأهلي ممكن ما يكونش جاهز بدنيا أو فنيا من وجهة نظر مدير الفني انت في الأول في الآخر بتلعب بـ 11 لعيب بس في الملعب وبتغير 3 أو 5 على حسب لويح كل بطولة احنا كده كده السنة دي في الدوري وفي أفريقيا بنغير 5 ففي كل الأحوال انت مقبر على عدد معين هو اللي يلعب فكلمة مجمدين بتحفظ عليها شوية لكن في كل الأحوال ممكن في بعض العناصر تكون بعيد الفترة اللي فاتت فيلجأ لها مستر موسيماني في مباراة الطلاقع ده سيناريو السيناريو التاني انه هو يلعب العناصر الأساسية بتاعته اللي حيلعب بهم في المباراة النهائية عشان ما يعدوش فترة طويلة أسبوعين ما بين المباراة الأخيرة أمام الوداد والمباراة النهائية اللي بتود دوري أبطال أفريقيا فانت ممكن تخليهم يلعبوا في مرات الطلاقع عشان يفضلوا في جهازيتهم البدنية والفنية وحساسية المباراة ده برضو سيناريو آخر ممكن يفكر فيه مستر موسيماني عموما إحنا هنشوف إيه اللي حيحصل في المباراة دي وإيه السيناريو الأفضل للمدير الفني للنادي الأهلي لسه مكملين في الجزئية دي وتحديدا الوطن سبورت وبتكلموا على إن مفاجأة في تشكيل الأهلي موسيماني يعد صالح جمعة باللعب أساسيا إن فيش حاجة اسمها وعد أنت دلوقتي لعب ماشي كويس جدا في تدريبات وده حقيقي بالنسبة لصالح جمعة فبالتالي حيلعب يلعب بقى أساسي يلعب كبديل لكن المؤكد إن العلاقة مميزة جدا من بين موسيماني وصالح جمعة والراجل مقتنع باللعب اقتناع تام ده فيما يتعلق بالجزئية دي تحديدا هروح لفاصل بسرعة أو بعد الفاصل نرجع ناخد آخر فقرة في حلقة الترينبين نهار يلا بي موسيقى